موسيقى مشاهدينا منحييكم بهالحلقة الجديدة من نبض بيروت الى ان تتجه الامور وسط الازمة السياسية وماذا بعد الحراك اللي عمله بساعة الماضي الرئيس نجيب مياتي وخارطة الطريق اللي وضعه هل اصطدمت فعلا بحائط مسدود ام انه هناك بعض المشاورات اللي ممكن انه تخلينا نخرج ولو جزئيا من هذه الازمة ماذا عن الانتخابات النيابية المقبلة وماذا عن الطعن اللي عم بحضره تكتل لبنان القوي بقانون الانتخاب على خلفية التعديلات اللي ادخلت بالجلسة التشريعية على هذا القانون وطريقة التصويت اصلا فضلا عن اعتماد النصاب تسعة وخمسين كل هذه التفاصيل بصرنا انه نقشها مع ضيفنا النائب سليم عون عضو تكتل لبنان القوي اهلا وسهلا فيك ساعتك شكرا على استيضافي يا اهلا من التشرف خليني بلش بالازمة الخليجية قبل ما نوصل لموضوع عنو الانتخاب وقبل ما نوصل لكل الملفات المرتبطة بس بما انه هيدا الازمة هي اساسية اليوم كنا ناطرين كلنا عودة الرئيس ناجي بمئات من ايجلاسكو رجع حكي عن توافق مع الرئيس عون على خارط الطريق طرح خارط الطريق اجا الجواب سلبة الى اين تتجه الامور وشو اللي ساير وبدنا نعرف شو ما وقفكم شو ما وقف الرئيس عون من اللي طرحوا يعني وقت ما نحكي عن خارط الطريق بدو يكون في عدة مراحل واضح بوفق المعلومات اللي هلأ انه ما في خارط الطريق كل شي عم ينقال انه استئالة الوزير وبعدين بنشوف هي هيدا بالاساس اذا بدك سميتيها الازمي اللي حقيقا ما بعتقد حدا عنده هلأ تصور كيف بده تروح الامور او كيف لازم تروح لانه كتير متشعبة وداخل الخارج مع الداخل يعني حتى بتتخيلي انه مثلا دولتان اللي هن الولايات المتحدة وفرنسا بهيدي الازمة تصرفوا باكتر اقلانية ممكنة يعني حتى هن ما راحوا بعيد لهالدرجة هايدي واذا بدك يمكن تفاجأوا بالوضع اللي راح واللي مخلي يمكن اليوم بعد رئيس الحكومي صامد هو هايدي اذا جايز التعبير نسميها الشمسية او هيدا الغطى لانه انتي بكتحطي حالك محل كل شخص بموقع المسئولية عم بيعالج بكتشوفي كيف بيفكر وشو الدغوطات اللي علي اليوم انا مش بموقع الدفاع عن رئيس الحكومي بس واضح انه علي ضغط شعبي خاصة من الطائف السنية وما قادر يمكن يحمل هيدا الضغط الخليجي تحديدا بس وقت اللي فكر انه انا احتمال اخر انه بدي استقيل امام هيدا الواقع ايجا مين يقله وسند اساسي قله انه لأ ما تستقيل وخيرا فعله انا ما عم بنتقيت بالعكس عم بيجي بقول بهيدا الوضع بده ايه هدوء وتروي لانه كل واحد بده ياخد خطوة ما بده ينظر لما بعده بس ليش البعض اسعدتك بيقول انه موقف التيار الوطني الحر شوية رمادة من كل هيدا الازمة حتى انه المصطدين بالماء العكر بيقولوا انكم قد تكونون مستفيدين حتى من هيدا الازمة لناحية المنافسة الرئاسية بين جبران باسيل وسليمان فرنجيه اللي بيفكر هيك مبلومه لانه هيك هو بيفكر هيك بيتعاطى مع الموضوع اللي بيفكر بزوريب سياسي مين بده يستفيد ومين ما بده يستفيد بوضع مثل هيدا لا يعملك مبلومه لانه هيك فكير وهيك معود هيك هو بيفكر اذا حط حاله محالنا بيخده هيك بهيدا المنحة لا نحنا كان لو هيدا هدفنا ايه بالسياسي هلأ انا يمكن تتفاجأ انا بدي اتحفز كتير على الحكي مش لسبب لانه ما عندي رأي عندي رأي ويمكن متطرف اكتر من اللزوم وعندي اناعات بس انا بموقع مسئولية اول شي ما بقدر يلزم فريق السياسي باي موقف تاني شي كمان بفهم فريق السياسي لانه الوضع دقيق نحنا اليوم مش بوقت نقدر ولو في وهلأ رح اعطيكي امتلي لوضح اكتر شو الفكرة العمولة نحنا بوقت ولو قدرين نستفيد منه سياسيا هلأ امكان اذا فيه تصفيت حسابات دخلية جاي ع طبق منفضة بس مش هيدا هدفنا بدنا نخلص بلدنا نحنا وعم نمرؤ بعدة ازمات دي في الون هيدا الازمة ما نحنا عنا ازمة اول شي عدم انعقاد الحكومة وعنا الازمة الاختصادية وعنا الازمة الاجتماعية وعنا كل هيدا الازمات واجيت هيدا معها ومترافقة مع عوامل خارجة عن ارادتنا مش نحنا العام اذا بدك مسؤوليتنا التفاوض الامريكي الايراني ولا مسؤوليتنا التفاوض السعودي الايراني ولا مسؤوليتنا اذا مقرب سقطت ولا ضلت صامدة يعني في هيدا عوامل خارجية عم تجي انت تضيف على مشكلتك تعئيدات اكبر واكبر بس كأنه كلامك عم يتلاقي اما شوي الجو طبعا حزب الله انه القصة مننا متعلقة بجوج ارداحي وتصريحات جوج ارداحي هناك تصفية حسابات اقليمية على لا والا واضح من وفق يعني على هيدا واضح انه اليوم لايكي بدي احكي انا متل ما بيقولوا عندها باللبناني قعد الوقت بس حكيه جالس عم برجعلك اذا بدي فوت بالتصفيات السياسية نحنا اي اوكي بدنا راسهم نتقدم عليهم بكل معاركنا السياسية وخاصة بالعلاقات العربية بس لا ما نحنا لاش والموقف هون كتير دقيق يعني نحنا بذات الوقت حريصين على هيدا العلاقة بس بذات الوقت كمان مش بيحيالها شروط في عندك سيادة لبنان واستقلاله وبعدين لحمته الداخلية هيدا قبل كل شي لكن بدي اعطي مثل تفضل لانو عندي كذا سؤال علي قلته لوضح اكتر لكن كيف تعطينا نحنا اليوم اللي عم بيزايدوا بس كانوا يسمعوني صوتهم بس رئيس حكومتنا من اربع سنين مثل هيدا الايام تلمبارح اختطف اجبر على يقول الاستقالي وتم اهانته شخصيا وجسديا كمان كيف هاضي كل اللي اليوم عم بيتزايدوا من الفريق الاخر ما سمعونا صوتنا بوقت نحنا بوقت شو عملنا كانت صعيد فخامة الرئيس او رئيس الطيار كانت وزير خارجية عملنا ويش بيتنا مش تربيح جميلة وعملنا اناعاتنا وخلصنا رئيس حكومتنا بالشخصي وبالسياسي بين الناحيتين طيب ما بعدا نحنا لاي هيدا الموضوع ما كنا عم نسيره ولا نحكي فيه لان احنا ما ناكل عنب مش جايين نقتل للوطير لو وهيدي يمكن انا بتمنى كان على المملكة تاخد هالاشياء معين الاعتبار انه لو لبنان بده يتحديها لو لبنان بده يستفزها لو لبنان اللي مأخذ عليها او بده العلاقات ما تكون منيحة كان هيدا الموضوع اللي هو ولا اي عقل البشري بيقدر يستوعبه اليوم اذا بقلك رئيس حكومة فرنسا يكون يستدعوه على المانيا ويحتجزوه ويجبروه يعمل الاستئالي لك كيف تنظري لغير هاي الفكرة هاي قد ما صرنا معواضين صارت عمر بسيط ما رأي يعني مثل كأنه شي عادي او خطأ صغير نزمنين بس لا 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 جد ديع نزمنين لا بالعكس لبنعمل لكن كل وقت بالسياسي هي متغيرة وبتتحول ايه معك حق تسألي السؤال بوقت انه عكس عنا حلفة تصرفنا هايك اليوم عكس مش حلفة ما تصرف غير شي لا ما انتي بالاخر بتتصرفي وفق اناعاتك وفق اخلاقك وفق مبادئك وفق وطنيتك الوطنية بتقضي انه انتي اساسا انك انتي بتحبيه ولا لا انك انتي معه ولا لا اليوم بوقتي نهان رئيس حكومتك انتي انتي طبعا مين ما كنتي تكوني لو ما بتحبيه لو عم بتنفسيه بالسياسي لانه هو رمز لبناني ما انه مواطن سعودي انه نظروله ايه مواطن فيها نعمل بدنا ايا فيه لا هدا رمز لبناني اذا عم نعمل مقاصة بهالمعنى طب يطولوا بالهم يعني ما بدا يعني خليني اول شي بالشكل نحن في لبنان بنعشق حرية الرأي نحن داشت على الرد الايهانات رئيس الجمهورية اللي صار معه ما بيصير مع اي انسان وبيقبله لو حتى مش رئيس جمهورية لو انسان عادي بيعمره بيتديخه بيمضيه صار كل واحد مش معروف قرعة بايه ومنين بيقعدوا بيتناولوا وعلنا لبناني وخارج لبنان طيب ما عملت ردت افعال خارج اذا بدك الحدود المعقولة والمقبولة اليوم في شخص لماذا عملك منعشق حرية حتى الاساءة طنشنا عليها ما بدي احكي الاساءات الخارجية كمان اللي صارتوا على شاشات التلفزيون ما نعمل يعني بالاساس بالشكل اول شي ما كان الاستاذ جورج ارداحي وزير اعلام وقت اللي حكي هيدا الكلام تاني شي بالمضمون كنت بوافق الرأي ولا لا ضمن التهزيب والاذبيات وما حكي اي شي حكي عن حرب عباسية شو بدي يقول حرب مصطح هذا رأيه عكل حرب طيب رجع صار وزير اعلام كيف بكون تحمله شعب لبناني بامه وابو او بلد هيدا المسئولية اي بس هني عم بقوله هون كمان هيدا بدي اسألك انه الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية رئيس الجمهورية يتحمل المسئولية مش عن تصريحات جورج ارداحي كلام وزير الخارجية الصعودة كان واضح بهذا الاطار المسألة تتعلق بموقع لبنان وانه حزب الله عم بيجر لبنان الى موقع العداء والمواجهة مع الدول اللي مفترة تكون صديقة لانا هيدا الشي عم بيصير بغطى من رئيس الجمهورية هكي بيقوله خصومكم كيف شو كيف بالمواقف السياسية بالتدخلات ببعض الدول الدول اللبنانية وين غلطت بأي موقف او بأي موضوع وين كانت تأثيرها السياسية بيعتبروا بالشراكة بيعتبروا بالعكس بهذه الطريقة عم يدخلونا بمشاكل ما قلنا فيها شو المطلوب منه يعمل لاحظ بألا او نحن انه بالاخر هيدا الكلام حتى انا بدي سلم جدا لانه انا عم برجعلك منطلق من مبدأ انه لبنان بحاجة لكل الاصدقاء خاصة دول العربية نعم وبحاجة اللي يكون فيه علاقات جيدة عوزي اول سقطة فيهم بيصير بيجي مش بهذه الطريقة بيتعالج بيجي بالكلام بيتعالج بالاخذ والعطب بيتعالج مش بطريقة انه بشروط او طلب استئالة انت اليوم اذا انا وياك لو شو مصاير بين عطيت هذه السياعة فرنسا وقلمانيا خليني يقلك مثلا فرنسا وايطاليا اذا اليوم بتسمعي وزير خارجية ايطاليا بيطلب اقالة وزير بفرنسا كيف تنظري لها بس هيدا ما كان فيه شو ما كان فيه طب خلينا نعمل مقاصف بس اليوم عفوا تساعدك لك بتسمع هذه قبل ما اغمق بالموضوع ايه تفضل لانه انا كمان برجع باللي عم بحكي باسمي الشخصي ما بدي حمل ايه لا طبعا واضح اصلا ما حكيت شي بعد بحمل مسئليات بدي قليك شغلي خليني قبل انا حابب ما تمرق هايدي لانه هلأ الحديث بدوا يجرنا وبدنا نبعيد انا حابب بتوجه للجمهور كله وقال له اليوم نكشف المستور نحنا فريق وانا شخصيا ما بحب ارجع للماضي دايما ونظل نحنا عطول نتطلع بالمستقبل ناخد الماضي كعبرة لنعرف نتصرف بالمستقبل بس كمان من العبرة اللي بدنا ناخدها بالماضي خلينا نتذكر اشهر واسنين قعدنا ما بدي ارجع لبداية عادي الرئيس لانه هلأ صار تفسير لكل الازمات اللي كنا عم نمرق فيها تفسير لكل هايدي الحملات اللي كانت عم بطالنا من مخلونا وغيرهم وتحميلنا المسئولية اخرى عن التأليف الحكومي نعم قعدنا 11 شهر شو كل الحجج يا الرئيس بده الثلاث يا الوزير الرئيس اللي عم بيعقيد يا ربطينا بانتخابات الرئاسة يا انه عقدة الوزارات وتوزيع الوزارات شو اللي انكشف اليوم ما تبين اليوم واضح الدي الازمة وين ما كمنا كيف عم تتصرف الدول وتطلب من افريقاء بالداخل هايدي الطلبات هايدي اللي كانت هاي العقدة بس كنا نقول نحنا الرئيس الحريري ما عم بيشكل لانه ما بده يشكل لانه نعطي الرضا السعودية لا يقدر يشكل اتبين اليوم بعد ما راح وبعد ما اجي الرئيس المئاتي حتى هلأ ما هني عم بيقولوا لا عطينا الرضا لا الرئيس المئاتي ولا اذا استقال الوزير الرضاحي بدنا نعطي الرضا يعني ما انتي كمان بوضع بحاجة لكل التعاون الخارجي اللي اساسا هني عارفين وعم بيشجعوك اليوم الدول الخارجية شو عم بيقولونا صح هني اللي عم بيقولوه انه الموضوع بطل مرتبط لا باستقالة وزير ولا باستقالة حكومة حتى شو المطلوب بس يبدو المطلوب اللي اعطي مصير فريق يعني بعد انيانا نكون فريق محظري وين نكون فريق انه نكون فريق بس معهم ما كان حتى وزير خارجيتنا كان صريح انه مطلوب مننا نحنا نفوت بالمواجهة مع فريق لبناني داخلي بتفضل عماله وانتوا بتكون اياه معه ما كان هاي عصول نحنا باساس ساعتك مساء وزير خارجية فيه اولى انتوا كفريق سياسي ما فيكن تقولوا لانه انتوا شركة مع حزب الله وانتوا مغطيين حزب الله لا نحنا منافي اكبر دليل مش مغطيين حزب الله خلينا ناخد هاودي الازمتين الموجودين هلا كانت بازمة القاضي بيتار لا فيه تمييز بيننا وبين حزب الله مش واضح لا طبعا بقصة طيب لو نحنا مثل ما هني بيقولوا نحنا عهد تابع ونحنا مغطيين ونحنا ما كنا فيها تمييز بس انا كأنه هلا عم بفهم من حديثك انه حضرتك ضد اقالة الوزير ارداحي طالما ما فيه ضمانات بالمؤمن ما قلت لا ولا ضد عم بقول انا هيدا الموضوع عم تترحل سيلا انت بس بدك تقولي بدك تعرفي قبل ما تاخدي اي قرار بكتعرفي الخطوة التانية صحيح انا اليوم بتقليلي انت ضد مثلا تروح بها الاتجاه بلك ما انا بديش روح بها الاتجاه بدي اعرف الخطوة التانية انا هدفي هلا روح على محل معين اذا هيدا ما بيوصلني انا شو بكون عم بعمل اول فشخة بدي اعملها بدي اعرف لوين بدي روح اليوم ما بعد الايقالة انا ما عم بوقف عند الايقالة او عدم الايقالة مع كل تفهمة لك بدي احكي بكل صراحة اليه لي الوزير وين غليت اول شي قبل اذا بس بدي ابحث بالايقالة انا وقت بدي حاسب انسان بدي اقل له وين غليت ساعي طلبه بالاعتذار عشو بدي اعتذر اذا ايقالته لأي سبب بدي كتكلي بدي سلم جدلا انه مصلحة الاوطان انا اذا انعرضت علي وغير مسلم بدي يحملوني اي شي يمكن اقبله اذا بعرف انا عم فيد بلدي انا عم قدم شيء جيد مقابيل تضحيتي تضحيتي انا اذا بدي ضحي ما عم قول جورج ارديح انا سلي معهم اليوم بستقيل من نيابي بسقلي لي لشو اليوم هو عم يطرح زياد السؤال وانا معه وقت بدي له وبيدي عاتبه بدي له انت اخطأت بالسابق اخدوا مأخذ على الوزير وهبي مع انه هو تحت الهواء تحت الهواء كان كلامه صار نوع من كمين اتعرض له جزء من المسئولية كموقعه كان وزير خارجي قبل هو يتحمله طيب مش هلحال بس ما تصور هايدي على طول عادي انه دايما بدنا كبش محرقة بدنا واحد بعدين هو لاش عميل هايك طيب لاش ما منحكي انه في رئيس جمهوريتنا نهان على الشاشة وهانه شخص من غير جنسية لاش ما ما بدنا نشوف تحنا انه اجا هايدي الكلام مرد يتفعل على شي غير مقبول طالنا كل اللبنانيين نحنا ولا نحنا لا عطول بدنا نسكت انه اذا تعرضنا لإهاني او لإساءة نحنا منسكت وغيرنا ممنوع يسكت طيب انا بفهم انه شخص لا بس يصلعوا بقولولك اليوم انتي اذا دربتيني كاف وازالي هايدي الكاف بس انا يمكن اذا اغضبت وتصرفت بطريقة يمكن دفشتك او ازيتك بقوة او 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 لحدود مثلا بتضل مقبولة بس مقبولة بس مقبولة الكاف ومثلا اعمل عمل كتير كبير انه بمعنى زيكي او اعرضك للقتل يعني ردت ردت الفعل هايدي مش مقبولة انا بدي اقول اكتر من هايك هل الداخل بدي اتواجه مش للخارج اليوم بالداخل اللي حملوا كل هالزمامير وقلتلك ما سمع نالون صوتهم وقت الرئيس الحريري احتجز طيب ما انتو زيتكم هاودي نص اللبنانيين كيف تصرفتوا وانتبه هاون بدي احكي بالميلتين انا مش بي اتجاه واحد يعني نحنا اللبنانيين اذا بدك نصنا في نصنا بيحكي عن امريكا بيقول عنها محور الشهر وبيقول عنها الموت لامريكا وفي نص الاخر بيقول ايران هي محور الشر وسقفت الحي وسقفت الموت وبيتهم بيحكي عن سوريا كل اللي بينحكم ان كان هاودي او هاودي كيف تصرفت امريكا وكيف تصرفت سوريا ولا حدا قدم قبلك السوري كانوا مبسوطين بس كانوا عمينهانوا من لبنان ابدا ما نقلهم اكتر من من قال لسعودية ومواقف السعودية ما كمان تفوت لعندهم سلاح وتفوت لعندهم بس بس عادتك بس 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 عودية ما اجوا 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 شو هاو رهيين يعني بدلوا تحكونا بهذا المنطق انه سوريا اللي هي فيه بتعمل اقزم مع لبنان وامريكا بتعمل اقزم مع لبنان ما اجوا تصرفوا وحملوا الشعب اللبناني كله المسئولية امريكا بعدها لهلأ بتقدم مساعدات باليو اس ايد وغيره وصوريا بعد لهلأ اولا نهار قطعت الطريق علينا سوريا بعد لهلأ تجار ومزارعين من 14 قدار ومن كل الفئات السياسية اللي كانت عم بتسبلها وتهجمها بيمرقوا مثلي ومثلك ومثل اي انسان عنده اعمال مثلي ومثلك يعني اذا عندنا اعمال بياخدوا على الدول العربية كلهم وبضاعتهم وموادهم وكل شي وما سكرت علينا لحدود قصدي الدول ما بتعمل هيك ردة افعال وعطيتك مثلين بين امريكا اللي بتتعرض من اذا بدك كلام جارح ومؤذي وبتنقذى هي مبسوطة وسوريا بس تتعرض لكلام جارح كمان مبسوطة ما بتنقذى ما اجوا تصرفوا معنا هاي لبل بالعكس هلأ اجت امريكا من قنون ايصر استثنت الكهرباء والغاز وخلت من سوريا عبر سوريا يرجع يجي رغم كل شي بلبنان في انقصام بيهوضي الموضوعين الوطني الحر بدنا نقول له ما اتطيار الوطني الحر ما انو عيلن العداء لحدا بده صداقة الجميع بدنا صداقة السعودية وعراس السطح مثل ما بدنا صداقة سوريا مثل ما بدنا صداقة امريكا مثل ما بدنا صداقة اوروبا مثل ما بدنا صداقة ايران نحنا ما بدنا يتنزعونا كل فريق بده ايانا معه ضد الاخر واللي عم يجي يتهمنا انه مع الاخر ما هي اتهام له انه بدنا اياه معه ساعدتك بس ما هيدي شوية كمان شعارات يعني شعارات عالية لانه اليوم فيه صراع محاور حضرتك قلت قبل شوية هناك صراع محاور ترجم على لبنان طي اولا طيار الوطن للحور يعني كيف طيار الوطن للحور بدي يكون انه انا مع هوضي كلهم كيف مع هوضي كلهم وانتو شرافة مع حزب الله طب لايكي انت خيك وخيك متقتلين مع بعضهم وانت بديك صدقة اتنين ضرورية بكوني مع واحد ضد التاني واذا متقتلين بقلي كيف بكوني صديقة اتنين انا شو ايلي بخلافاتهم انا اللبنان اول شي الطيار الوطني الحر او لبناني خديها مثل ما بديك بس صديقة بتقول بدنا نعرف لبنان وان لبنان اي محور بشو باي محور بشو اي محور لاش انا مش معه ولا محور انا رأيي مش معه ولا محمر لبنان منا معه اللي معه بمحوره واللي ضده ضد محوره بس انا اللي بدي احكي لبنان كله حتى اذا اجمعنا برأي واحد نحنا شو قادرين نقدم يعني نحنا اذا جينا انا خديها بغير لو كلنا مقايدين السعودية كلنا بالداخل اللبناني انه نحلق مشاكلها وان بنقدر نفيدها او نزيد عليها لعن اني عندهم مشاكل محددة مع الداخل اللبناني المواقف السياسية اللي بيطلق حزب الله التدخلات بدول المنطقة وقصة تلك التجون عندهم ثلاث ملفات هن الجانب السعودة حكي فيها وبيعتبر انه اللبنان والجانب الرسمي اللبناني كان في تقصير بهيدي الملفات الثلاثة لذلك هو يحمل الدولة مجتمعة المسئولية ما بس اكتفى بقصة حزب الله انا بدي سلم جادلا في هايدي المشاكل كيف تنحل بالقطيعة وبسحب السفرة ما عندنا مشاكل معهم اكتر من ما كان عندنا مشاكل مع سوريا انه مع سوريا في ملفات اصعب من هايب كتير بالاخر بين الدول مش هايك بتنحل ونحن عم نقول مستعدين للبحث بس البحث له شروطه كمان انا ما بقدر عم بيجي بحكي معك للاقي حل تجي انت بديك بين مزدوجين لتزليني او تربحيني جميلي او تهدديني انه بناسك عندي بشحطهم لشو انا شحدين هونيكي ولا ناس بيتعبهم عم بيقوموا والله يسعد لك المشكلة انه السعودية مهددت الاطراف اللبنانية الداخلية اللي هددوا بمصير اللبنانيين يعني ازلت عم يفتحوا علينا بواب اصلا ما حدا فتحها الحمد لله يعني انا بين السطور كن بدي احكي عنهم هاضي اللي اوقات بسموهن ولاد السفرات اللي برجع بلك ما انا لايبلشت بحديثي قلت ما سمعنا صوتهم انا هاضي قصدي ايهم تحديدا بهديك المشاكل ما سمعنا ابدا صوتهم جيين هلأ عم نسمع صوتهم التحريدي انه اللي خرب بيتكم مصلحة بلدكم هلأ هون فيه بلدكم مستهدف وفيه عم يدفع اتمان مش نحنا بيوضع هلأ اكتير برتحين انتوا وين رايحين وانا لايعطيت تحديدا الموقف الامريكي والفرنسي هلأ بكتقليلي السعودية بالدراس حزب الله اكتر من امريكا انه بالاخر امريكا وعم تتصرف بتقول لا انا يعني حتى بمحال بالعقوبات حست انه هي عم تستهدف حزب الله قزية لبنان اكتر نتماني وعم بتشوف كيف بدها تراجع هيدا الموضوع بتجي انتوا بدكن تفوتونا بهيد المعمع المقلنا دخلي فيها وبالمناسبة حتى ما انفهم غلط طيار الوطن الحر كان واضح تفهم يمكن تدخل حزب الله بسوريا لان كان مباشرة بدو ينقذى لبنان كانت حماية للبنان وانقالت على العلن مش عم قولها بالسر هون ولني تابع لحدا وللطيار تابع لحدا بس بيقول على العلن نحنا مثلا ضد اي تدخل باليمن وهون شو بيجيبونا حلفائنا حزب الله بيقولوا نحنا ما عم نتدخل باليمن بمعنى ما عندهم هلأ عندهم استشارات بيعطوها او مساعدة بس مش ميدانية مثل مثلا سوريا يعني لا في عناصر ولا في شيء لوجستي والدليل كنا بسوريا نحنا ولاد المناطق على القليل اللبنانية المختلطة بكل ما يمروا يوم إلا ما يكون فيه شهيد بس الموقف السياسي بش بدل الموقف السياسي بس نحنا شو خاصنا باليمن يعني يعني احنا ما هيدا اللي عم قول منا نفشت خلق نحنا يعني جايين عم بيفشوا خلقون فينا بموضوع اليمن بس كونك ذكرت الموضوع الفرنسي والامريكي ما يبدو انه حتى هالطرفين بحسب ما رشح عن الأجواء ما حدا عنده المعلومة الأكيد بس فيه أجواء بتقول انه حتى أمريكا وفرنسا طلبوا من الرئيس ميئاتي خطوة تيبنوا عليها تيكون فيه نوع من وساطة مع المملكي وهيدا الخطوة هي سيئلة وزير الأعلام مشان هيك حتى مبارح الرئيس ميئاتي ضمن خارطة مننا أهل هالخطوة أنا في عندي أكتر من خطوة بعتقدت شفتون إيجابيات وقت الرئيس حتى الرئيس ميئاتي حكي بموضوع عن المساعدات السعودية كان مع أنه موضوع إذا بدك استفاد من فرصة عم يحكوا عن التغير المناخي وعن موضوع البيئة وحكي دخلها يمكن حتى مش بمحلة أنه دايس السعودية عم بتساعدنا بهالمجال حتى بيان وزير الخارجية بعد زيارته للأسر الجمهورية حكي عن العلاقات الجايدي اللي بدوا إياها مع السعودية سنع بيقولوا ما بدنا مواقف بدنا شي عملي شو بدهم عملي اللي هي الاستئالة كمقدمة شو بتعمي بيقولوا بتفتح بالعكس قالوا ما ننظل مثل ما نحن يعني ما بعرف أنا أنه بالآخر وقت لبدي واحد يجرك على محال بدك تعرفي آخرة هالتونيل وان طيب شو رأيك بكلام رئيس سيارة المرضة سليمان فرنجية لكن في شقين في شق أكيد مش معقولة وافية علي اللي حكي عن رئيس الجمهورية أنه ببيع استئالة هيدا أبدا برأيي مش بمحله بس حتى ما ضيع الموضوع بالعكس يمكن أنا لو محله أو أنت لو محله شو بتعمله يعني خد كمان الواحد برجع باللي كيقعد ألوأ أو يحكي جالس أنه ما في واحد يحمل أو يتحمل عبق ما أنه مخطئ فيه أنه اليوم وين أخطأ الوزير بس هو يعني واضح كلامك اللي عم تقوله بس هو إسلامين فرنجية كمان واضح أنه أنك أسكن نكزة كبيرة بالسياسة بكلامه فعليش هلا أبرر له معملك شئ تاني مش همبرر ما تفهموني غلط أنا بدي بدي كون كتير موضوع يعني أنا بدي حط حالي محل الشخص ليش هل أكتر متفهم اليوم إيه لا لا أنا بدي كون موضوعي ما بيقدر كون أنا هيك عنزي ولو طاريت أنه ما قلتلك بلشت حديثي أنه لو بدي أخدها أنا بالزوريب السياسية يجيتنا على طبق منفضة يعني صري على التعبير أنه نقص راس أي فريق من خاصة من إحنا وياه مثل ما بس ما أقول ينقال أنه رئيس الجمهورية ببيع وقتلك هيدا أبدا بالعكس هيدا مرفوض هيدا مرفوض لا هيدا مش هل عون ولا نحن بهيدا الوضع بيسمع لهيدا الحكي وهي النظرة الضيئة هاي كبديك يعني إلا تقولي أنه أنا مش عم سير أو عم هادم بالعكس بس أنا ما بدي ضيع لب الموضوع بهيدي إذا هو زحط هون وراع محل ما لازم يحكي فيه أنا بعمل مثله مع أنه ما بيجيب لي شي هو رئيس طيار ابن زعيم جده رئيس جمهورية ما عم بيجي لحدا ما حدا يقول سليم عم بيشوف حاله أبدا مش من هيدا الزاوي بس إذا بمحل برأيي زحط هو وراع على محل الغلط ما أنا إذا بردع الغلط تكون كمان عم بغلط مثله ما بدي يفوت بهيدا إذا بديك نحنا ما نقول لنا الزموء بزحل زروب زروب أو زموء ما بعرف شو الأيال بينفهم أكتر أنا عم ضل على على الأوتوسترات على الأوتوسترات وجوهر وجوهر القصة بعدين مش ما بتحسي على اللبناني البسيط أنه شي مفتعل ما بده هالآن وزير إعلام شو قال بس شو يعني شي مفتعل لأنه كمانا في وجهة نظر بتقول أنه المملكة العربية السعودية نحن هون عم ننقل وجهة النظر لم نتبنيها لم نأكدها ولم ننفيها أنه المملكة العربية السعودية جربت من خلال القوات اللبنانية بأحداث الطيونة يكون في مشكل كبير بالبلد فشل هذا المخطط اجتها قصة تصريحات جوج إرداحي شحنة أفطيرة هون عم تتهمي القوات اللبنانية أنا عم بنقول بعض التحليلات الصحفية غير شق القوات اللبنانية أنا بموضوع الوزير إرداحي كنت يمكن بفهم هذا الموضوع أنه لا مش هذا الموضوع قلت لي الكابتاجون وموقف حزب الله ما فيه مئة تصريح بس سيد حسن بوقتها كانوا يعملوها ما فيه مئة بكرة بده يجي مئة موقف ومئة كلام ومئة قصة وقت الكابتاجون كانوا يحكوها ليش هلأ بهيدا الوقت بالذات هاخدوا هيدا العزر ليش ما هيدا هي السؤال هيدا سؤالي ما مشان هيك أنا عم بطرح هيدا بالآخر ما بيتلعد تبين مع أنتوا بدكن بمحل تقولونا شيء يمكن ما لازم نحنا نروح حتى بالنواية على هالقد بس لا فيه حجاج كتير منها مش ضروري تكون هي منها أنه ردة الفاعل إجيت قوية لأنه الوضع باليمن مزعجين منه كتير خاصة بقرب سقوط مقرب مثلا ما لايهايك طلعنا نحنا فشيت الخلق ونحنا أهوى نفشيت خلق والبعض بيربط بأحداث طيونة كمان ما بعرف إذا الرابط يجوز بين هودا المسألتان حتى أنه مطلوب رأس حزب الله جربوا هيدا الموضوع بأحداث الطيونة لجر حزب الله إلى الداخل من جر حزب الله بهيدا الموضوع فليوم نحنا لمطرح تاني أنا بدي روح أوسع من هاي يعني اللي عم بتقولي وأكتر نحنا كل الاستهداف علينا كرمي الموضوع تفاهمنا مع حزب الله ومش جديد بلشوا مع حزب الله أول شيء لحاله ولو عم نكرر حالنا بس كدير مهم هلأ نجمع نركزها رحول إشياء مش جديدة مش ما حدا بيعرفها بس بس ركزها وإجمعها بتوضح الصورة أكتر بلشوا بحزب الله بالمحكمة الدولية بحرب تموز بانتخابات نيابية باستهدافهم بكل المحلات لقوهن بالعقوبات بالآخر لقوهن عم يقوى ما إجيت نصيحة فيلتمن بمحلة بس كان أمام لجنة الشؤون الخارجية قالوان ما رح تقدروا لحزب الله قوي ببيقته وبيقوى أنتوا بتكونوا تروحوا على حلفائه وضرب رئيس الجمهورية ورئيس الطيار الوطني الحر نحنا بس ناخد عقوبات نحنا مش عم نخدر العقوبات لأنه نحنا فاسدين أو لأنه نحنا متل ما بيقولوا كل هايدي التهم نحنا عم بيجربوا هون باستهداف حزب الله حزب الله عرفانا ونحنا عرفينا نحنا طالوا بنا فك التفاهم لحتى ما يفرضوا علينا عقوبات ما فكينا التفاهم أكتر من هيك أنا لاشي رجعت لحادسة اختطاف الرئيس الحريري وقلتلك كل هايدي نغمت والهجومات من ما خلونا وكل هالاستهداف مرجعها أربع سنين كان بعده سنين صار له العماد عام بالعحد مش أكتر ايه بالالفان وسبعة عشر ما قدروا كل بيصوروا يحكولي بيّن فيه نهج جديد وطريقة حكم جديدي وإنجازات عم تتحقق ما بدي أرجع سميريك إياها كلها من أنتخاب من موازنة من التكفيريين لا بليس بس الفكرة بسيطة لأنه بدي أربط كل الأحداث مع بعضها لشوفي التسلسل كيف صار ما أجي تعرضا حادسة أبرشمون وبعضها الحراي وأزمة المحروقات قبل قبل كل شيء والإشعات أنه طلعوا المصريات برات لبنان وبدأت تروح المصاريف لحملة وقتها زئلة القمح والمحروقات وحتى بالحراية ورحلة العماد عون هاي كلها قبل 17 تشرين على الصفرة عملوا منها قصة وكل هاي الاستهداف واستئالة من الحكومة والضغط وكل هاي دي الأمور وصولا لا بالآخر كل وما خلونا وعهد فاشل وا 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 كل هاي دي الحملة معروف لا يعم بيقوموا فيها العقوبات اللي انفردت على لبنان معروف لا يصارد اليوم شو زنبنا نحنا بكل اللي عم بيصير اليوم بفرد هالضغط كله على لبنان بعدم تقليف حكومة 11 شهر واليوم طلب من الحكومة أنه حتى إذا ما بدوا يستقيل وزير الإعلام يستقيل الرئيس الحكومي طيب بس ما اليوم اللي كمانا معطل الحكومة هو موقف حلفائكم المفترضين اللي مفترض وتحديدا أنا عم بحكي عن حزب الله ما عم بحكي عن حركة أمال اللي مفترض يكونوا حدكم بالقليلة بآخر سن من العهد مفترض اليوم مين معطل الحكومة مش موقف وزراء الشيعة على خلفية القاضي بيطار علقهم شركتهم نحنا رئيس الجمهورية واقف معهم ولا ضدهم طيب رئيس الجمهورية شو إجاء قال ما إجاء قال بدي دعا الرئيس المئاتي أو طلب منه يدعي لجلسة طيب ما دعا الرئيس الحكومي أنا بحب هون معلي يفهموا كل اللي عم يسمعوني ما دعا لأنه في هذا موافق دايما عم يتوجهوا إلنا مثل كأنه نحنا كل شي ونحنا السلطة كلها والعهد عهدنا والمصلحة بس مصلحتنا نسيين تركيبة لبنان ولبنان شو لبنان إذا نجح كلنا بننجح وإذا سقط كلنا بنسقط اليوم نحنا أكبر فريق بالسلطة ومجلس النواب بس نحنا مش كل السلطة ولكل مجلس النواب كم مرة هلأ بمجلس النواب عم نروح لا التاريخ عم نقدر يصوتوا معنا بانتخابات المجلس الدستوري ما صوتوا معنا بالمغتربين ما تصوتوا معنا حلفينا صوتوا معنا شو بيعملوا لحالهم نحنا وياهم شو منعمل لحالنا نص نص مش بكل شي صوتوا معهم بما معناه؟ نحن مش مدن أنه إذا بدك تابعين إلنا ولا نحن تابعين إلهم هاي لازم يفهموها لكل هاي بنحكي بهذا المدرس لكن لا لا بدي وصل لأنه هاي مهمي لأوصل لخلاصة جلسات الحكومة هاي كنت حابب كنت حابب أتركها للآخر بس رح أقولها هلأ الوضع دقيق بشكل لأنه نحنا أنا متل ما عم شوف نحنا وصلين على تغيير نظام نظام مش راكي ما هديك سؤال على كل أو جواب على كل أسئلتك نحنا معنا نظام ماشي شغال صار بدنا نظام نحنا بوضح السياس هلأ لاي المنطقة كلها شيري لبنان المنطقة كلها عم تنرسم من جديد يمكن مش تنرسم بمعنى الحدود تتغير يمكن ضل ذات الحدود بس عم تنرسم بتوزيع نفوذ السياسي نفوذ تقاصم مصالح فيه شي جديد عم يتحدر بر ولبنان بده يكون من ضمن بالداخل اللبناني عمنا نظام بده يركب هاون لازم يكون في وعي عند الكل عند كل اللبنانيين وخاصة المسيحيين هايدا اللبنان نرسم هلأ هي بده يأثر عم استقبل ولادنا واحفادنا اذا بده ضلوا هايك عم تلعبوا وهون متبقلك متل الوزير الفرنجي او غيره اللي بده يبيعوا اخدها بهايدا بهايدا الامور اذا بده ننضل هايك نحنا تخبزوا بالافراح ما عد فيه شي يأمل ولادنا وولادهم بكرة يضلوا بهيدا البلد فيه مصيرنا بالدق هلأ بليز نترفع عن هايدي المواضيع نحنا اليوم ما عنا دولة ودل نحنا طائفيين للعدم شو بدني بكل هاي الكذبة صدقتي انت كل النزل وقال انه ما عاش عنا طائفية لك بابسط شغلي عنا بابسط كلنا ما عم بستفسي حدا مبارع صارت حوادث عين الرمانة الطيونة ما قبل صارت خلدة وقبل صار بالشمال ما عم ننساهن هاو دي كلهم بس قاعدين نكذب ع بعضنا بعد تبه انا حتى كمان ما انفهم غلط نحنا حابين نطلع منها بس شو لوقعنا وقعنا طائفي للعدم نحنا بيصوروا يقولوا عم نهرب عم بدنا نحكي بالفيدرالية لش نظامنا شو على القليلة اذا حكينا انا ما عم مسوي الى الفيدرالية بس ما نظامنا فيدرالي سيء نحصنا على القليلة انا بس تأفهم انك تأنهي ملف الحكومة الحكومة لليوم بعدها معلقة لهلأ ما في اجتماعات لا هلأ ما في مخارج لحتى هذه اللحظة بس بالساعات الماضية البعض اعتبر انه ممكن يكون ركب ديل معين بطير طارق البيطار عن ملاحقة الوزراء او تكف يده كليا عن ملف تحقيقات المرفق بيرجع الوزراء الشيعة الى داخل هذه الحكومة وبيركب هيدا الديل بدليل الارارات اللي طلعت بحق القاضي بيطار بالساعات الماضية شو ما وقفكم من هيدا الديل بحال كان حقيقي انا اللي بدي اسألك انت ما بتعرفي شو ما وقفنا انا بدل المشاهدين يعرفوا بس لا انت بتقول لي بس قولي انه بتعرفي على القليل بس لا اعرف انه فيه واضح ما وقفنا لانه انا للمشاهدين لحتى ما بيعرف لقل له شو ما وقفنا ما واضح بس كان فيه كلام عن هيدا التسويه وكلام حقيقي يعني هلأ زعلوا مننا قابل انه كيف فشلنا مبادرة غبطية البطرق وكان موافق الرئيس بري ما كان فيه تغريدي وحيدي الوزير بسير بتغني عن كل شيء انا وقت الاعلام طلب مني فسر تلو مانا بتفسر حالة بحالة إلا نحنا ضد التسويه هيدا الملف مقابل هيدا الملف فيه ابسط منا وقفنا شو بيكون تبت مش معنى هيدا راحة التسويه تبت تبت أنا هون بدي زيه أزمة الخليج أنا بدي زيه ممكن تكون عامل ضاغط عليكم ما في شي بيضغط علينا بالاخر هيدا بدنا نفصلها يعني اجيت زيادة عنها بس مش مربوطة معنا مربوطة لانه هيدا ممكن تكون المدخل لعودة اجتماعات مجلس الوزراء اللي انتو عم بتطالبو فيه باورتي بدنا نرجع مجلس الوزراء مش بس كرمال الخليج كرمال كل المواضيع لاش عملك مش مربوطة بس مع الخليج لاش مش مربوطة مع مفوضات مع صندوق النقد طبعا لاش مش مربوطة مع خطة اقتصادية ما نعملها لاش مش مربوطة مع البطاقة التمويلية والأمور التنفيذية مش مربوطة مع بكرة دعوة الهيئات الناخبة وأنه الانتخابات مربوطة مع كلها ومش بس مع الخليج يعني بس عم وضي حايد الفكرة بس تألك نحنا مش معناتها نحنا إذا أعطينا موقف ضد تسوية اللي كانت علنية ما بعد هون بقول أنا بين هللاين لأن ما بيقدر أكد بس الأجواء وكل التحاليل عم بتروح اليوم أنه مثل كأنه عم تطبق هاي التسوي كأن معناتها بعدها عايشة أنه ما صاري تعالنية لأنه نحنا ما قبلنا فيها أو ما قبلنا ما أصلا من عرضت علينا أنه ما فوضنا عليها بس عرفنا فيها أعطينا موقف منها أنه هاي دي ما بتلغي هاي ما بلغي أنا حقوق ضحايا المرفأ بضحايا الطيوني يعني خلي لأنه بالآخر إذا بدنا عدالة وهون مهنومين كل اللي بيطالبوا بالعدالة زيتهم بتلاقيهم هون موقفهم أبيض بتاني ملف موقفهم أسود والعكس صحيح بدهم العدالة وبدهم كل اللي على ما تروح على التحيق وبس سف الموضوع بيتعلق فيهم بيبطلوا بدهم بيبطل عندهم سأب القضاء هون عنا سأب القضاء هون بيبطل عنا سأب القضاء أنا بيعتبروا أنه الملفين مفصولين أنه هونيك في ملف يشتغل عليه الآضة طريق البطار أشهر طويلة لا يجوز التشكيك فيه بينما هون طلب من الآضة عقيقة يتصرف هيك وأقحم اسم الوزير باسيل بالموضوع لكن الفرق بيننا وبينهم هوني ناس بدهم هاي الملف وناس ضده وهون العكس تماما اللي بدهم إياه هونيك هون ضده واللي هونيك ضده هون معه نحن الوحيدين مع هاي الملف ومع هاي الملف إليلي فيه فريق غير الطيار الوطني الحر وأكيد فخامة الرئيس على رأسنا قبل الكل هو يبدو هوضي الملفين ينمشى فيه هون وفق القانون ووفق العدالي ووفق الأصول واضح بالانتظار بحسب معلوماتك ساعتك فيه شي ممكن يخلي الحكومة ترجع تلتقم ولا هلأ بالمدى المنظور ما فيه أي تسوية ركبت صراحة أنا ما عم شوف هلأ فيه أي أو حدا عم يطرح حل الكل المتمسك بمواقفه أنا بتقليلي مع أنه مش هيدا اللازم يصير بس لحد هلأ مش مبين أنه وين فيه باب ضو يطلع بلك أنا بس الخارج يتقدم بمفاوضاته بس إن حكى أنه كان فيه سيناريو بيقول أنه بتلتقم هيدا الحكومة تطرح عليها مسألة إيقالة الوزير إرداحة بيمشي فيه تلتين مأمنين دقيق أنه فيه تلتين مأمنين لإيقالته لك مع أنه فتحتيلي على محلتيني بس ما بدي أشرت بتجاوبك مباشرة مع السؤال إذا ما فيه اتفاق ما هي ما فيش انعقاد للحكومة لأنه منك بحاجة أنت لتطبقي موضوع أنه حضور التلتين لتمشي الحكومة وبعدين تصويت التلتين يعني أنت بدك أسياً لتأخذ التلتين بدك التلتين يحضر بكفي إذا ما فيه غطى من السنائي الشيعي اللي هنه خمس وزراء ما إذا طلعوا منه ما إجوا على اجتماع مجلس الوزراء صارت فقدت فقد الاجتماع المسائي صحيح ومبدأياً حتى الرئيس المئاتي ممكن ما بيقعد الاجتماع ليش عم نبرم وأنا برجع بإليك عم بفتح الماضي خاص يعني عم تعتبروا تفصيل هيدا تفصيل مجلس الوزراء وحلها إذا فيه حال تنحل بره ملاش نظامنا مش راكب نظامنا هيدا إيه ووقت اللي كانت التهم مع أنه حق إلنا يكون معه فخامة الرئيس التلت الضامن لموضيع مثل هيدا اليوم الوحيد اللي ما بيكون عنده ضماني بمجلس الوزراء هو بيكون رئيس جمهورية إذا ما معه التلت سأليني لي لأنه رئيس الحكومي بيقدر ما يدعي إلى جلسة معه سلاح بإيده يقدر كمان بيد ضماني إلو بدي سميه هيدا مش سلاح هي ضمانة رئيس الحكومي في ضماني لفريق اللي هو فريق حزب الله حركة أمر لني ما بيحبوا نقوله السنائي الشيعي السنائي الوطني كمان في ضماني بإيدهم منهم بحاجة يكون عندهم تلت ضمان لأنه هني بنفسهم هني بيدمنوا نفسهم واضح وقد خلنا نطالب لرئيس الجمهورية رئيس الجمهورية شو فيه سلح بإيده يضمن إذا مواضيع مثل هيدا وأهم منها وتعينات حتى ما يكون إلو الدور مش رح يكون هو الفارد إلو هو كان هيدا التلت لهلأ عيشونا أشهر باتهامات طب لاش ما بنرجع منذكر العالم ومنهزهم يا عمي كان أصحاب حق وقفين عنده حقوقهم وعم يحكوا فيها لاش أنتوا قاعدين شنايتوا كل هيدا الحملات ومن مين من ناس عندهم المصلحة مستقبلا هيدا مش مكتوب مش مطوبة لا بإسم العماد عون ولا بإسم الوزير بسير ولا بإسم الطيار الوطني الحر بدي يقلك شاغلي هون ما على إيجيت عراسي بكرة كلهم بدون يبكوا دم بعد العماد عون لأنه الشير بعد عنا سنة على كل حال يستفيدوا منه اللي بيقدر يحققوا العماد عون لإلنا كلنا للبنان أولا وللمسيحيين بعدين إذا ما تحقق هلأ على أيام العماد عون مثل ما تحقق بالقريب هلأ المش بعيد قصة دوره بتأليف الحكومة وهيدي كرسة لكن الرئيس بده يجي بعدين كل الأمور اللي عم يعتبروها هو عم يتجاوز فيها أو عم يعتدي على صلاحيات الآخرين أبدا عم بيكرسة هيدا لقلكم كلكم الشي اللي ما بيقدر يعملوا اليوم بكون تبكوا دم علي كل مين كان عم بيعرقل وعم يقف ضد وعم يفوت بهيدي الزواريب الضيئة أو الصغيرة بده يبكي دم بدي أختم معك آخر ربع ساعة بقصة ملف قانون الانتخاب قطعوا الخمسة أيام المهلة القانونية رئيس الجمهورية ممضي هيدا القانون نشر بالجريدة وبالتالي هلأ أصبحت الأبواب مشرعة قدام الطان اللي حكيتوا عنه بقانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري رح تقدموا فعلا هيدا الطان إذا ما قدم فخامة الرئيس رح نحن عشر نواب من عنا يقدموا الطان صحيح عزيز نحن معنا مهلة رح قليك نحن بتلاتي الشهر نشر معنا مهلة خمسة عشر يوم يعني نحن معنا مهلة لتمنتعش الشهر مش ضروري نستفيد منها للآخر بس هي فترة دايما كل ما يكون معه الواحد مهلة أكتر بيبكل أكتر الطان في كتير نيقات تحت الدرس لأنه فيك منها ما تستعمليها كلها تشوفي وين الأهم والأمتن وتركزي عليها نحن كان مش سر معروف في الأسباب الأساسية للطعن لي على أساسها المهل المنتشرين مثلا وانتبه هون حابب كمان وصل شغلي نحن ما كنا جايين عم نعمل أنون لنقول عجبنا أو ما عجبنا موضوع هيدا النقاش أنه يصوتوا لستي بالاغتراب هيدا قانون متفقين علي هيدا نحن عم نعدلوا بس قال جورج عدوان بس قال جورج عدوان أنه هن ما كانوا يعني صحيح مشوا بهيدا القانون بال2017 متل ما هو لأنه تمين قال أنه هن اللي عم بيطيروا قانون الانتخاب وأنه كيف في وقت لتعديله فازنشوف دي فازن الاتفاق عن زغر يعني منمضي على اتفاق ونحن منتملص من وقت تجي الحقوق بوقتها منتملص منها إنه هاي مثل ما بيقولولنا أنا 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 الاقراب مني بيقولولي أوقات مشكل الاقراب بعض الاقراب كذب هلأ بالانتخابات وعدوا عمول بعدين يلا إنه هاي العقلية وهاي السياسي الوصلتنا لهون هاي اللي بدنا نخلص منها لأ وقاف عند ما وقفك نحنا ما منعمله نحنا منوقف دوقتها ومنقول نحنا بدنا أو ما بدنا مش منوعد بعد أربع سنين وبعد أربعة سنين من طيره. فإذا أنا الفكرة الأساسية هي أنه هيدا أنون. ما بينسأل بتمسك بالأنون. ليش بتمسك فيه؟ بينسأل اللي عم يلعب فيه ليش عم يلعب فيه؟. أي بس. اليوم ألو لكم حول هيدا النقطة أنه وكأنه أنتم مصررين تحصروا النواب تمثيل المنتشرين بست نواب بالخارج لأنكم خايفين من قصة هؤلاء. لك عم هي أنون. تكتلك سبعنا نحصل. نحنا شو عم نعمل. هي أنون. هي دا أنون. نحن معمول بالألفين وسبعة وطعش. ما لكي واني. لاش مش عم فوت؟ تعرفي لاش عم فوت بهي دي اي ولا؟ لأنه كل الفكرة من الأساسها مش لازم تكون موجودة. أنون معمول بالألفين وسبعة وطعش. بعد ما تطبق. أول مرة عم يتطبق. طب تعرفي شو الحجة الثانية المعنى إياها؟. هني هني بأنون وشو عملوا؟ لمرة استثنائية واحدة. يعني بدو يرجعوا لها بعد أربعة سنين. طب لاي؟. لك هني اللي يسألوا لاي بدو يعملوها مرة وحدة. فإذا كانت هاي التهمية مضبوطة فإذا هني عم يتلعبوا بالأنوم. معتبرين فإذا هني معتبرين أنه هيك بدورنا هي وجهة نظرهم. نحن بالنسبة لنا زيت شيم. هاو أصوات أصواتنا اللي قلنا. يا بيكونوا هان راح نخدونه. بيكونوا هان راح نخدونه. نحن منا فرد. منا أنا بس مرشح بزحلي عم ببحث بأو الصوات الزحان اللي اللي برة. واضح. نحن الفريق بكل لبنان عنا أصوات برة بيجيبوا لنا حدا ما هو ذاته هو بيرجعوا بيعطونا جوا بالداخل ذات القوة. ذات الأعداد عنا يوم. كمان قبل ما نوصل على المسألة اللي انفجرت آخر مرة قصة التسعة وخمسين النصاب يعني ما هي قاعدت سوري. ها لا واحدة قصة. خليني هاي استجدد. أنا كنت عم قول بالأساس رسالة الرئيس ونقاشنا بالداخل قبل رئاسة الرئيس. قبل لرسالة الرئيس. كان عم بيكون. انه خليل القانون لاش بكون تغيروه. المهل لاش بكون تعدلوا فيها. بس انتو يعني واضحت مشكلتكم بالمهل انه معتبرين فيه أحوال طقس. معتبرين انه بتطير حقوقنا. في مهلة اتنين. عزيلا. في الماغتربين ما بيلحقوا أصلا هلأ زيركينا كتير المهل. وقال وزير الخارجية. بعدين النقطة التانية طبع الطعن. بس برأيكم لاش? لا لا لا. لاش هني بدون يقارضوا الانتخابات. ليش? ما بدي اسألنهم السؤال ما أخدنا جواب. انت برأيك ليش? عندهم حجة. هون كمان بكون عم حاكم بالنواية. انا بعرف او بقدر لي. بس كمان بتقليلي يعطيني إثباتاتك. انا طالما ما عندي اي حجة مقنعة عم بيقولوها. الا شهر رمضان. هاي حجة شهر رمضان. اللي بتضربها اذا عملناها بتماني ايار او بخمسطعش ايار. بالمناسبة قبل ما تكفي حديثي. بدعي كل الناس يحضروا حالهم لأيار. الانتخابات بأيار. يعني الكل يحضر ببرنامجه انه نحن انتخاباتنا رح تكون بأيار. هاي بين هلالين. كيف المجلس اصر المهل بطريقة ممكن. وزا اصر مهل. واقر توصية. سمح. وتوصية. بدل توصية. بالاخر هيدا القرار يعود الى مرسوم بده يصدر وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس جمهورية. يعني اليوم بتستعملوا سلاح توقع رئيس الجمهورية. هاي توقعوا. شو لك هم بدون يمحوه كمان. هاي ايه ساي بدون يمحوها كمان. بدون يمسخوا الارض فيها. بس هني بيعتقل. مش انا عم بستعمل. انا تقديري هايك لانه سوري خليني نحن بوقت. لو وزارة الداخلية ملحقة. بس بيسألوها ما بيسترجي الوزير قدامهم كلهم يقول لا. بيقولوا شو بتكون بعمل. يعني بيموها بهيدي الطريقة. بس نحن بنعرف اداي فيه عدن نقص. لايكي. وحدا بيقول لي مهضوم كمان. لقوارق ما فيش عندهم اكاتر. اخراجات ايد ما عم يعطوا للعالم. انه ادايش مأخرين عن الايام العادية. كميما ننقرب المهل. اطبعوا اطبعوا وراء اخراجات الايد. بكرة جيبوا وراء اكاتر. جيبوا محبرة على الوزارة. جيبوا للأمبريمات. قلت لي عندك قراءتك. ليش هني بدون يقربوها؟ ما حلو التسلسل بالمنطق قبل يبلش. وفي كتير امور ونقاط محيناها. يعني مثلا. حلو نشير الى. بانوننا لوائح الشطب بتصدر بتقفل باخر ادار. بلاش بدي رجع ع شهر ونص. اول شي مش بس حرامة عشر تلاف لبناني من الانتخابات. تصوري ناطر لا يصير عمرو واحدة وعشرين لا يصوت. هو عشر تلاف انسان بحرمه نيان. مثل ما المغترب ناطر انه الانون قيل له انت لك حق تترشح عن الاغتراب. ويمكن محضر حاله وكثير محضرين حاله. ما فيك تلغيله نيان كمرشح وكنيخبين. تلغيله نيان باخر لحظة. ما هيدا من جهة عدم الاستقرار التشريعي. او الوعد اللي بتعطيه وبترجعي بتسحبيه بالاخر. ما هيدا ضد الدستور وهون الطعن الدستوري بده يفعل مفعوره. وقبل ما رجيه بك ع سؤالك لانه مسألتي بالنصف كذا سؤال. خليني ارجع للأساس الأساس. وين مرتكزين بالطعن؟ قلتلك هاو دي كانوا الأساس؟ عدى الميجا سنتر كمان. والبطاقة الممغنطة حتى شير إلونا أحلى ما يخدوه. علقوا العمل فيها هالمين هالمرة. برجع للأشياء اللي ضفوها علينا بالجلسة. لي على رأسه. انه مثلا الريسيري ما ناقشوا قصية الميجا سنتر. هيدا إضافة بالطعن. آخر فضيحة دستورية كانت بالتفسير الأنون أو الدستور. انه 59 بيأمنوا النصاب بصفة الأكثرية المطلقة. مع انه واضحة بالدستور واضحة. وعلى سين الرئيس بري معي شخصيا بالجلسات اللي سبقت. بس كنا عم نعطي جلسات بدنا نصاب للحضور. أنا أسأل الرئيس بري اللي 65 أنا أعتقدت بده يخصم اللي استقاله. يلي أبداً 65 على أساس بالوحدة وتسعين أو التسعين. بس ها فعلاً صارت لأنه علي حسن خليل بيرده عليكم بكلامه. بيقول رداً على سؤال للأو تي في. إنه ليش معتمتوا النصاب قبل الـ 59 كانت قبل عطول 65. بيقول أبداً ها وأول مرة نحتاج فيها إلى احتساب النصاب. ونحتاج فيها إلى الأكثرية المطلقة. أبداً. يمكن يمكن هو يعني عم بيميز بين اتنين. بين انتخاب الرئيس. يعني بانتخاب الرئيس حتى تطبقت. يعني لأقلك وين نفسه الرئيس بري. وواضح ومحطوطة بالمحضر. وقت سؤل من أحد النواب كان روبير فاضي المستقيل. كان عدد النواب بانتخاب فخامة الرئيس. مش هلعون هلأ من خمس سنين. قالوا له ما أول دورة بده التلتين لا يطلع الرئيس. عم بيقل لهم عم يعلون أنه قال بدنا 86. قالوا له كيف يا دورة الرئيس ما في نايب مستقيل. صار العدد 127 صار التلتين بيطلع. 85 مش 86 قال لهم أبداً. عدد النواب بانتخابات الرئيس. أيلين التلتين بدون توضيح. بينما بوقت يحكوا عن الأكترية المطلقة. بيقولوا من أعضاء المجلس. الذين يتألف منهم المجلس قانوناً. مذكورة يعني ما فيهش التباس. أكتر من هيك إذا بدنا نفسر الدستور. كمان بدوا جلس يكون فيه تصويت على التلتين. لمهم لماذا لا نحكي نحن وعلي حسن. شو بدي أقول علي حسن خليل؟ أنا لو بد له في رئيس برمي. بس أنتك توقف تكون بهالموقف. لماذا؟ لا مش لحانا. كيف؟ كان في سمير الجسر للأمانات. سمير الجسر جهاز الصامد صوري. وبعد المستقلين. ويمكن اللواء السيد. بس عباركي على صعيد كتال. بس هاي صارت مثل صدق. عرفتي كيف؟ صح صح. بس عباركي على صعيد كتال. كان لفت كتير. أنه أصلا قطعوا آخر جلستان تشريعيتان من بعد أحداث الطيونة. كل العالم ناطرة. كيف رح يكون العلاقة بين القوات وحركة أمل داخل المجلس. وكيف رح يكون التشنج. طلعوا سمع على عسل. سبو لنا اتنينتهم. طرفين المشكلة بالطيونة. حركة أمل والقوات. اختلفوا. رجعونا للحامسة وسبعين. سقط سبع ضحايا. نخض البلد. ما حدا نهجم على الثاني. نينيتهم نصببنا. القوات صبت للطيار الوطني الحر. وحركة أمل تهجمت على الطيار الوطني الحر. حتى بموضوع النصاب. للبعض يعتبر أن هذا شيء فيه ميساقية معينة. أنه ما فينا نوضع أكترية المطلقة لرئيس الجمهورية. أنه المسلمين بحاجة ولولا مسيحي واحد ليكونوا أكترية. صح. مثل ما أيضا المسيحيين بحاجة لمسلم واحد ليكونوا أكترية. كمان ضربوا. صح ما هي. إذا بدك هاي خلفية. اليوم مش غريب أنه القوات اللبنانية اللي بتحمل شعار منطقته. ندافع عن مناطقنا. تسمعناها هلأ من جمعتين. تكون هي عم تضرب الميساقية داخل مجلس النواب. لكن مع هون وقت عم يتصرف فريق القوات وغير القوات. كل عم يتصرف هيك. مثل كأنه ما هو بياخد اليوم الموقف بياخد بعدين عكسه. إذا لقى بيفسره وبيجتهد. تماما هاي دي مثل المحامي الشاطرين. أنا عندي خبرة فيهم. بتروحي عند حيالة محامي. بزيت القصة. إذا ما قلت له أنت مع أي طرف بيلك أي بدك يعني في هون بيقدر يعطيك الحجج والاجتهادات اللي بتربح الشخص آه وبيقدر ذات المحامي يعطيك الحجج وكل الاجتهادات اللي بتربح الشخص به. بيقدر ذاته بذات القضية. ما بالآخر مثل ما بده هاي مثل ما بيقول المتال مثل ما بده الفخوري بيدير دين تجارة. بالزمانات أنا مرة كنت عم بحكي بزيت هاي الفكرة مع فخامة الرئيس خبرني قصة صايرة على أكيد بدون مسامل قادي قال لي أحدهم من القضاء كان يجي أبو الجرسي معه حكمين حكم به هاي الجايبي وحكم به هاي الجايبي هاي صالح فريق هاي صالح فريق أخ هو بساعته هلا ما باعث لأي أسباب يقرر إذا بده هاي بيقدر يطلعه وبطلع الحكم هاي وبده هاي بيقدر يطلع الحكم هاي بقى بالسياسة هاي بأكيد بالقضاء لا تجوز وكمان بالسياسة لا تجوز انه بالآخر يمكن بالسياسة بعدها أهون من القضاء عم يحكم هونيك بس هاي بالآخر صايرة. طيب هلا أنتو بكل الحالات إذا الرئيس ما قدم طعن أنتو مقدمين هيدا الطعن بس اليوم كيف تضمنوا أنه هيدا الطعن بيمشي أول شي عنا مشكلة ممكن نتذكر الطعن اللي قدمتوه من المجلس الدستوري السابق. أنا ما كنت نايب بس أنه لأ قدموه في طعن نحن قدمين ما نعقد. هيدا اللي عم قوله تغيبوا الأعضاء بوقتها بعض الأعضاء وبما أنه ما في نصاب قطعت المهلة القانونية وبس تقطع المهلة القانونية بيسقط الطعن. شو بيمنع اليوم الأعضاء ما يحضروا؟ معك حق بالفكرة أنا ما رح أغير شي بس اللي بذكره هيدا صار بس الرئيس ميشيل سليمان قدم طعن بالتمديد أنه ما نعقد الجلسي نحن بطعننا يمكن لأ ما جابوا سبعة واحدة من اتنين بس عرفت الفكرة اللي بديك تقوليها أنت أنه إيه المجلس الدستوري بس هون بكونوا عم بيسقط نفسه يعني أنا ما بدي أستبيق ولا بدي أحكم عليه بس أنا بستبعد أنه يكون قاضي بالمجلس الدستوري يلتجي إلى هايك إذا بدك بدعة بدعة سميها أو هايك وضع يعني يحط حاله فيه ويحطنا فيه يعني مطمئنين أنه المجلس الدستوري بيأخذ بالعكس إذا سيس لقم مفروض بالقانون والدستور أو شي ينعيد هو يبدو للإنعقاد ثمانية ثمانية من عشرة وبدو ليأخذ حيالة قرار بدو سبعة من العشرة هلأ هون يعني في احترام للكل ما بعرف إذا حدا قادر يتخلى عن هيدا السطر البعض إله للمجلس الدستوري أنا مثل ما أنا بفكر بقول مستحيل حدا منهم يعملها بس يفاجئنا حدا منهم ما بعرف طيب بعد معي دقيقة بدي استغلت هاسألك عن الوضع الانتخابي المتعلق بزحلة ليش عم نسمع كتير أخبار تطلع وتنزل بوسائل الأعلام وببعض المقالات عن وضع زحلة ووضع سليم عون لا لا كله إشاعات في الشيء له أساس يعني أنا ما بدي فوت بي ما بدي إلعب هيدا اللعبة إنه كل مين ذات إشاعة بالآخر الوضع بيقرروا الناس أول شي بيقرروا الطيار وتاني شي الناس بيقرروا هكي العمرة أنا لا بقدر استبق خاصة بالإشاعة شفتي لو مبني مثلا على أحصار ليش عم ينقل إنه قريب من القاعدة من قاعدة التيار الوطني الحر بزحلة لا غلط بالعكس أنا أصلا أنا عايش بزحلة كل الوقت ريتام جاي يحكي عن حالي أنا عايش فوق بزحلة مين كان أقرب من القاعدة بكل هايدي الحملات اللي صارت بالبداية إذا عم بتذكريني ثلاث سنين لورا بس نزلنا عالأرض وعملنا ردينا شو بيقولوا وقته كان التهجم كله يعني أنا بذكره نهارا كان عم يستقيل الحريري مظبوط كنا نحنا قدام العدلية عاملين مظاهرة معاكسة لما يسمى بوقتها أنه الثورة وما الثورة بالعكس أنا متواجد هونيكي ليل نهار محصوم ترشيحها بساعدتها أنا بعدين مش بس قريب من قاعدة الطيار لأقلك بصراحة أنا قريب من كل الناس حتى مع الناس اللي ما بيزبدك بيأيدونا سياسيا لأنه أنا ابن زحلة أنا أساسا منطلق من زحليتي قبل ما أنطلق من الطيار الوطني الحر بقى هون مش محزي عن جارة نحكي فيهم أنا عادة مبرد محصوم ترشيحها؟ لا فيش شي محصوم لا أنه بالآخر بعدين ما أصلا محسن بالطيار حتى لو أنا عندي رأي خاص بكل الأمور بس أنا بالآخر وقا بدي أترشح خاص بهالقانون نسي سليم عون كل إنسان بده يترشح فيه يترشح فرق إفرديا بيقدير إفرديا بس بالآخر ما بده يكون بلايحة وبده يأمن أي حاصل فإذا بهذا الوضع الإنسان العائل بيقول بده يكون مرشح باسم فريق بالبداية بقى أنا معروف أنه أنا أنتمي إلى الطيار الوطني الحر بقى هاي السؤال مش إلي يسأل إذا بدك أنت تكون مرشح الطيار ولو معي الجواب هاي الطيار اللي بيقوله يعني اليوم الطيار الوطني الحر بيقوله أنه مرشح وسليم عون بزحلة عاصمة أنا بدي أشكرا كتير على هذا الحلق شكرا شعبية بجمهور الوطي في شكرا 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 من زوءك وشكرا أكيد للمشاهدين ولساءتهم فينا كلنا مشاهدين أبدأ يشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء شكرا شكرا شكرا